هذا ويأتي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري تأكيداً على الدور الفاعل الذي يحظى به القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي دائماً ما يثبت القطاع الخاص دوره الفاعلة والمساهمة في النمو الاقتصادي في مجالات عديدة ومن أهمها المجال العمراني والهندسي الذي يشكل محوراً مهماً في المسيرة التنموية للبلاد والتي لا تتحقق إلا بتكامل الرؤى والأهداف بين القطاعين العام والخاص وهذا ما تأكد خلال اللقاء الختامي لورش العمل التي أقامها جهاز المساحة والتسجيل العقاري على أهمية تعزيز هذه الشراكة التي تنبثق من الخطوات الممنهجة والتوجهات الحكومية السديدة اليوم المبادرة أهمية في أن الإجراءات المساحية يعني جزء منها يقوم بها القطاع الخاص والأجزاء الأكبر كان يقوم بها الجهاز الحكومي اليوم إحنا الإجراءات التي هي الحساسة والدقيقة حولناها على القطاع الخاص بحيث أنها عقب ما ترطمع مع أنه من الجودة للعمل من جاهزياتهم وطبعا سبق ذلك عمل ورش عمل أكثر من خمس ورش عمل تدريبية ووضع نظام تقييم تم تجربة لمدة سنة قبل الإعلان عن المبادرة وفي نفس الوقت يكون جهاز المساحة والتسجيل العقاري هو المسؤول مسؤولية تامة عن كل الخدمات المقدمة هذه من خلال اعتمادها جهاز المساحة والتسجيل العقاري يسهم بتقديم الخدمات المتطورة والبيانات والمعلومات الدقيقة إلا أن زيادة في عدد الطلبات على الخدمات التي يقدمها الجهاز تدعو إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات لتلبية طلبات المستفيدين بالنسبة لجميع المهندسين البحرينية هذا المشروع الصراحة يصب في صلب رسالتنا ومهمتنا وهي الارتقاء بالمهندسين البحرينيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات ليكونوا الإخراط في العمل وأيضا إلى المساعدة في إيجاد فرص عمل للمهندسين البحرينيين نحن اليوم في الوقت الحاضر عندنا 109 مكتب في الوقت الحاضر بحرينيين مكاتب بحرينية ومنهم 14 مكتب اللي يعملون في مجال المساحة نحن ودنا أن يزيد العدد وشون بيزيد العدد بهالموضوع اللي بيصير في قانون عليه شراكة القطاع الخاص مع الجهاز الحكومي وخاصة متمثل فيه جهاز المساحة والتسجيل العقاري هذه ذات أهمية كبرى خاصة في الظروف التي تمر فيها المرحلة التي تمر فيها البلاد من ناحية تسهيل الإجراءات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص فأعتقدنا هذه رح يكون لها دور فاعل في تنمية وتطوير العمل المساحي والعقاري في البحرين يشهد القطاع العمراني في مملكة البحرين تقدما ملحوظا لسيما القطاع الهندسي المعني بأعمال المساحة الذي تميز بخبرته التراكمية وكفاءة أعضائه وقدرته على تقديم خدمات متطورة تشمل جميع أنواع المسوحات العقارية والطبوغرافية والبحرية من منطلق التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات المتعلقة بإجراءات الماسح والتسجيل العقاري وذلك لما يلعبه القطاع الخاص من دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين